أعفو والعافية في دينا ورميانا وآخرتنا أمه هاي لنا لكملنا عشنا وغالك لهم لنا فينا ورزقنا وقنا الله معدالنا برحمة لنا ورغب العالم بالنفس كنا بنعمل حسبة طويلة أنا وخالي بنحسب هم من وقت اللي نحتاجين ولو حاولنا نحفظ في القرآن الثاني فوجدنا من كل صفحة من صفحات القرآن فيها 15 صفحة مثلا فعندنا حوالي 600 واربعة صفحات اليوم مثلا يبقى احنا عندنا رقم هادي كده نقسم رقم على السبتور على عرض أيام السامة طلعينا بريما حوالي حاجة وعشرين صفحات في اليوم فصعب الشرط فرزق لنا نضغل في القرآن الثاني فيبقى سنتين وفي الأخير وجبنا أن ندرس تحفظ خمس سطور في اليوم نحفظ القرآن الكريم في أربع سنة بيكون الوقت في الغالب مقدم من كده لأن مهارة الحفظة اللي تبقى صعبة في الجداية بتسهل بعد شوية وتكرار المعاني بيكرد الآيات بالذهن سيكون الإخبال علينا أعلى فهذه الحفظة لديه استعداد أن يخوض هذه المعوة القرآن الكريم وينطلق مع القرآن الكريم يفرق ما هو ثواء القفاظ لا ينادي إلهي نبارك وتعالى وكيف بإنسان سلاحه في كله يحفظ الله تعالى من نفسه ويحفظه من الآخرين بمن ضخم بمن ضخم في صدره من امتلاب الله تبارك وتعالى معلوم أن مهارات الناس مختلفة ولكن من يأتي بينادي إلهي يوم القيامة وقد حاول خلاف من يأتي يوم القيامة بينادي إلهي ولم يحاول من استطاع أن يحفظ صدر واحد في اليوم أو صدرين في اليوم سوف يجب إليه إنجاز كبير جداً بعد سنة، بعد اثنين، بعد ثلاثة ويبقى السؤال ما الذي نجزناه إلى الآن في حياته؟ ما هو كم الأموال التي تريده؟ كم المدخرات التي تعدد؟ وإذا دخل الواحد فينا قبره ما الذي يطيء له القبر؟ إن لم تكن آية من آيات لا يطارك العالم ما الذي يمكن أن يكون شفيعاً لكم يا لله؟ إن لم يكن نص القرآني اجتعل في حفظه وعفظ عليه؟ مسألة الأعظم وهي التي تتجاوز من حفظ الحفظ وهي قضية استعادة معنى القرآن مفهمه، ولا عيش معه لإنسان، إذا تطور ذهنه بلطة محفظ سورة من القرآن، وعاش معها، كل يوم يستردد منها جديد، يفهم منها شيء آخر، يسنتي بها نفسه، يدعمها بالنسبة له، المسكد للآلام، والشارح للأزمات، والمفصل للحالات، فيوجد خلالها قبساً، ونوراً، وهدياً، وصراطاً، نعرف فيها ما وصل الله تعالى فيه القرآن تاتم عندما قال إنه شفاء، شفاء، لماذا؟ إله الصدور، وهدى ورحمة، الله تعالى أودع هذا القرآن الكريم نوراً، يضيء للإنسان طريقه وسراطه، أودع هذا القرآن الكريم بيّنة، تثبر الإنسان في أوقات الأزمات، لنا أن أتخذ، نستحضر بعض الآيات في كثير من المواقف، يجعلت أقل، وأثثة، وأركز، وسبحاناً من أهل كلاماً، أودع فيها السلام، وجعل فيه مفاتيحاً لما طريق الكوني كلها، فإن شاء الله تعالى، سنردع إلى سراتنا الأولى قبل المرار، حبّن عليه في الكرمنا للإبنات، من أراد أن يقول هذه التجربة، سيؤمن العناة عشق الآي يقرأ سبترين تلابساً، ويوهر بكر الصبح بشاء الله، يسمعهم وياررهم وروح، وعناع من البرنامج أو المنهج للبعجة، موضوع اختيار تماماً، أن أراد أن يرتح، هذا مسامل، لعي تجربه، هذا مسامل، موضوع بسيط جداً، لكن بإذن أن يتبارك بهذا، تكون مفاتيحاً خير، وحسناً للأهل الزيادة، وأنا أكون أحمد الله، أفضل من الحفاظ، وأن الله يريدنا وفينا الثاني، والله من الفضل والخير يساعدنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى، نعزم وعزمتنا، نلقى الله انتبارك وتعالى بنا، وليس الله عز وجل أكسناً كبير، رضي الله عنكم وعطاء، والسلام، 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 اشتركوا في القناة